باختراقه القانون الدولي الاحتلال يستهدف التواقم الطبية الفلسطينية أثناء المواجهات المندلعة في نقاط التماس بين الشعب الفلسطيني وبين جنود الاحتلال نتحدث عن الموضوع وعن إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الفلسطينية مع المتحدث باسم الوزارة أستاذ أسامة النجاري سعد صباحك سعد صباحكم أنتم كل ابناء شعبنا بتأكيد نتمنى الشفاء لجميع جرحان الفلسطينيين وكذلك كل الاحترام ويعطيهم ألف عافية جنودنا اللي عم بيسعفوا الأبطال اللي عم بناضلوا في سبيل القدس وسبيل القضية الفلسطينية متحدث كبداية عن عدد الإصابات لحد الآن في صفوف الفلسطينيين منذ بدء الأحداث بعد قلار ترامب فيما يتعلق بالقدس حتى الآن لدينا 1632 إصابة وهناك أربع شهداء في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة من ضمنهم طبعا من ضمن المصابين هناك طفلة أمرأة ستة شهور بالإضافة لذلك هناك أكثر من 170 إصابة بالرصاص الحي من ضمنهم أربع إصابات خطيرة ما زالت حتى الآن في أوضاع صحية صعبة جدا في المشفيات موجودة نهيك عن الإصابات الناتجة عن استخدام قنابل الغاز بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين اللي كانت أيضا إصاباتها خطيرة جدا لكثير من أبناء شعبنا بالإضافة إلى حالات الضرب اللي تعرض لها الكثيرون أكثر من 40 إصابة كانت نتجة عن تكسير الإيدين بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال اللي بيعكس شدة الهجمة من جنود الاحتلال على كل أبناء شعبنا المتظاهرين بالنسبة لم يسلم كذلك التواقم الطبية من الانتهاكات اللي بيقوم بيها الاحتلال والإشي الشرس فعلا والهمج اللي بيقوم في قوات الاحتلال على التواقم الطبية يعني طلع استخدام القوة المفرطة ضد التواقم الطبية أصبح نهج عند جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات ونحن نتوجه للمجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات بحق التواقم الطبية وإلزام إسرائيل بالاتزام باتفاقية جينيفر الرابعة لتحرم المس بالتواقم الطبية أثناء المواجهات وأثناء الحروب لكن للأسف نظرا لعدم وجود رادة دولي لإسرائيل بمنحة من استمرار بهذه الممارسات الهمجية وبالتالي هذا أعطاها الدول الأخضر أن تستمر بهذه المواجهات نهيك عنه قرار ترامب الأخير أيضا فتح شهيد هذا الاحتلال لتكرار اعتداءاته وتصعيدها واستمراره ضد التواقم الطبية من الاعتداء على سيارات الإسعاف اعتداء على العاملين في الميدان من أطباء وتمريض ومسعفين اعتقال الجرحى من داخل سيارات الإسعاف والاعتداء عليهم اطلاق الرصاص المباشرة على سيارات الإسعاف وتكسير سيارات الإسعاف أيضا كل هذه الأمور ما زالت تتكرر بشكل كبير جدا لأن هذا الاحتلال وجد أنه لا يوجد رادة يمنعه وبالتالي هو مستمر بهذه الاعتداءات وهي تتكثف بشكل دوري علما أنه كوزارة صحة نحن في كل مرة نلتقي مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التي تقوم بإعداد تقرير دوري عن الأوضاع في فلسطين يقوم إبراز موضوع التقديد للاعتداء على التواقم الطبية بشكل كبير جدا لعل وعسى أن يكون هناك قرار أممي بوقف إسرائيل ومنعها من هذه الاعتداءات وتكرارها وخاصة أن التواقم الطبية معروف طبيعة عملها بالضبط شو هو ولكن إسرائيل هي واضح أنه الهدف من كل المواجهات هي إلحاق أكبر أذى بكل المواطنين الفلسطينيين من خلال حتى منع إسعافهم بعد إصابتهم صحي وأيضا أعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات الفلسطينية يعني منذ بداية الأحداث كان هناك تعليمات من معالي وزير الصحة بأن يكون هناك نظام عمل مميز في كافة مرافق وزارة الصحة الفلسطينية وخاصة أنه نحن مواجهين على موجة من الأحداث وانتفاضة ضد هذا القرار الجائر بحق شعبنا وبالتالي المستشفيات الآن مجهزة في أقسام الطوارئ بكل التجهيزات المطلوبة معظم الطواقم الطبية تم وقف إجازاتها السنوية حتى تكون متواجدة على رأس عملها أقسام الطوارئ التي كانت تعمل في بعض القرى اللي لدينا مراكز طوارئ كانت تعمل حتى العاشرة مساء الآن سمح لها بالعمل طوال اليوم ومساء أيضا حتى تقدم الخدمة لأبناء شعبنا وبالتالي الجاهزية العالية لدى كل مرافق وزارة الصحة الفلسطينية هذا حافظ كثير على حياة أبناء شعبنا كثير من المصابين كانت أوضاعهم خطيرة جدا ولكن بخبرة الطواقم الطبية والتجهيز اللازم في المشفيات والجهوزية العالية عند كل طواقمنا الطبية ساهمت بشكل كبير جدا في إنقاذ حياتهم وهناك متابعة حثيثة أيضا من قبل الإدارة العامة لمشفيات دكتور حمد النابلسي فيما يتعلق بالذات قضية الطوارئ وتواجد كل الطواقم الطبية على رأس عملها بشكل يومي ومتابعة هذا الأمر حتى لا نفقد حياة أي مواطن فلسطيني بالنسبة للمعدات كذلك هل هناك مثلا نقص أو في حال صار الوضع إن شاء الله ما بيصير يعني تفاقم أكثر ويعني أي طارق ممكن يصير لا يعني تقريبا نحن الجاهزية عالية جدا في كل المشفيات ما في أي نقص بأي شيء حتى كان يعني وضعت خطة من أول بداية الأحداث يعني من حينما صدر القرار كنا متوقعين أن تحدث مثل هذه الأحداث وبالتالي كان وضع خطة كاملة لكل مرافق وزارة الصحة الفلسطينية بكيفية التصرف أثناء هذه الأحداث وكيفية جلب الموظفين إذا كنا بحاجة لإضافة عدد من الموظفين حتى لو كانوا ببيوتهم كيف نوصلهم بنوك الدم عندنا كان مهم جدا أيضا يكون لها خطة خاصة فيما يتعلق بتوفير دم كافي وآمن لكل أبناء شعبنا وعندنا قائمة أرقام تليفونات لكل المتبرعين بأنواع الدم حتى يعني ما يلزمنا ما يصير أن الناس يجوا وقت الأزمة ويجوا عندنا أعداد كبير جدا تخرب عملنا وبنتأمل كمان أن يكون في تعاون من المواطنين تحديدا فيما يتعلق بهذا الأمر أن عندما يكون فيه مصابين وينقلوا إلى الأقسام الطوارئ أن يتاح المجال فقط للتواقم الطبية أن تكون في أقسام الطوارئ التي تقوم بعملها وأن لا يتجمهر المواطنين أمام هذه الأقسام حتى لا يمسوا عمل التواقم الطبية وتركوها تعمل بحرية صحي واستهداف التواقم الطبية من قبل الاحتلال هو اختراق للقانون الدولي واختراق كذلك لاتفاقية جنيف كما حضرتك أسلافت من قبل كان في مواجهة من قبلكم لحتى أورد أو مواجهة أو كشف جرائم الاحتلال أما الآن كيف يمكن اللجوء دوليا بخصوص هذا الموضوع أكثر ويعني أن تتوقف أن يتوقف الاحتلال من هذه الجرائم بحق شعب الفلسطين بشكل عام وخاصة تواقم الطبية يعني طالعا احنا كل عام تحضر اللجنة الدولية لحقوق الإنسان من جنيف تحاول الدخول إلى فلسطين ولكن هي ما زالت ممنوعة حتى الآن منذ أربع سنوات أو خمس سنوات ممنوعة من الدخول إلى فلسطين وبالتالي نلتقي فيها في الأردن ونقوم بتقديم تقرير شامل من نزارة الصحة الفلسطينية ونحدد فيه الانتهاكات الإسرائيلية فيما يتعلق بالتواقم الطبية ومتعلق بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونبرز بشكل دائم وبشكل كبير وبوثائق رسمية وبتصوير وبصور فيديو لهذه اللجنة حجم الانتهاكات الإسرائيلية في المجال القطاع الصحي تحديدا فيما يتعلق بمنع التنقل للتواقم الطبية بين المدن والقرى إغلاق المناطق وبالتالي منع وصول التطعيمات الاعتداء على التواقم الطبية اعتقال التواقم الطبية الاعتداء على سيارات الإسعاف اعتقال الجرحة من داخل سيارات الإسعاف منع وصول الإمدادات الطبية لأهلنا في قطاع غزة أحيانا وتأخير وصولها عبر الحواجز الإسرائيلية كل هذه الأمور يتم إبرازها للجنة الدولية لحقوق الإنسان وهذا الملف أيضا يتم تحضيره لدينا دائما ويؤثر للجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية تحضيرا لمحاكمة إسرائيل على جريمة حرب التي ترتكبها بحق القطاع الصحي وخاصة نتحدث عن مواثيق دولية وأعراف دولية أقرت بحرية الحركة للتواقم الطبية حتى تحت الاحتلال وحتى في زمن الحرب ولكن إسرائيل للأسف حتى الآن ما زالت لا تطبق اتفاقية جينيف الرابعة ولا تعترف بأي حق من هذه الحقوق على الإطلاق لأن كما ذكرت تعتبر نفسها دولة فوق القانون وقرار ترامب بالأخير بشأن القدس أعطاها شيء أكبر أنه لا مانع لديها أن تقوم بكل الانتهاكات وأن لا يوجد رادع لها وبالتالي هي مستمرة بهذه الانتهاكات بحق أبنى شعبه صحيح ولكن أين أكثر المناطق فيها إصابات حقيقة وفيها يعني مواجهات كثير من مع الاحتلال يعني تطلع على المحافظات الشمالية والجنوبية نجد المحافظات الشمالية على الإصابات فيها أكثر ولكن المحافظات الجنوبية إصابات فيها أخطر لأن أربع شهداء في قطاع غزة أكثر من سبعين إصابة بالرصاص الحي إصابات الخطيرة موجودة في قطاع غزة وبالتالي هناك استهداف مباشر لغزة أعتقد أنه هو نوع من الضغط على غزة للدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل حتى تعطي الدافع لإسرائيل لتقوم بعملية هجوم شامل على قطاع غزة وبالتالي هذا ما تسعيله في الضفة الغربية نقاط المواجهة في كل الوطن ممتدة من أوله إلى آخره وبالتالي تجد أنه كل يوم تتركز في منطقة أخرى غير عن أخرى وهذا ربما يعني بأكد قضية أنه الاحتلال الإسرائيلي استهدافه هو لقمع أبناء شعبنا بطريقة همجية حتى يحاول ردع هذه الانتفاضة من الاستمرار أو التواصل بهذا الشكل الموجود فيه القمع الإسرائيلي بيشتد كل يوم أكثر من يوم الآخر وهناك تحريضات إسرائيلية دائمة بحق أبناء شعبنا وبحق التواقم الطبية حتى بمسها بشكل خطير جدا هناك إصابات من قبل من التواقم الطبية والاعتداء على سيارات الإسعاف بالتأكيد هذا موجود ويشاهد العالم كله على شاشة التلفز أيضا هناك اعتقالات لجرحة من داخل سيارات الإسعاف هناك اعتداء على تواقم الإسعاف قبل أيام كان هذا الأمر واضح لعيان في أكثر من نقطة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي هناك أيضا اعتقال وضرب للتواقم الطبية وبالتالي إسرائيل كما ذكرت لا تقيم وزنا لأي التزام بأي قانون دولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق وحرية الحركة للتواقم الطبية بالتأكيد أخيرا أستاذ أسامة لو تعطينا نصائح للمواطنين وأيضا للصحفيين الموجودين في نقاط التماس مع الاحتلال يعني أولا هذا الاحتلال لا يقيم وزنا لأي قانون وبالتالي أحيانا نتمترس نحن خلف أنه ربما لبس الشارات الخاصة بالإسعاف أو الصحفيين ربما يحمي من الاحتلال ولكن لاحظنا أنه لا يحمي الاحتلال يفتح مواجهة مفتوحة مع كل شيء ويعلم أن الكاميرا كمان هي جزء من المعركة لأن تصور كل شيء أولا بأول وتنقل للعالم مدهة مجيئة هذا الاحتلال وبالتالي هناك استهداف أيضا للصحفيين يعني الصحفي علي دار علي أصيب بصابة مباشرة كانت لولا لطف الله وقدره كان ستودي بحياته اعتداء متكرع للصحفيين موجود بشكل كبير جدا وبالتالي صاحب لهم أنه يأخذوا الحظر دائما وأبدا وأن يحاولوا المحافظة على حياتهم لأنه نحن نسعى لأن نفقد حياة أبناء شعبنا ونتغنى أنه لدينا شهداء نعم كل أرواحنا رخيصة من أجل الوطن ولكن كل مواطن فلسطيني هو قيمة غالية يجب المحافظة عليه الغازات اللي تستخدم أيضا هي غازات سامة كثير من الناس اللي عندهم أمراض مش مفروض منهم يروحوا على المواجهات ما حد يطلب منهم يروح يقف في الغازات هذه نفقد حياته كمان بسبب استنشاقه للغازات السامة الجهاز التنفسي ممكن ما يتحملها وبالتالي على الأقل يحاول ما يتنفسها إذا تعرض للحروق يستخدم الماء بشكل كبير جدا وخاصة نتيجة الغازات وربنا يحفظ شعبنا دائما أبدا من هذا المثلان وبنسبة للبيوت القريبة يعني من الماكن التماس يعني خاصة الغاز يعني هو بيوصل لكثير بعيد بالتأكيد بيأثر على الجهاز يعني طلع الغاز ينقل مع الريح يعني في النهاية وين تجاه الريح وبالتالي الناس كثير بعانا أنا بعرف أصدقائنا يعني بيقولولي أنه في مناطق كثير بعانا معاناة شديدة جدا بأطفالهم اللي في البيوت من وصول الغازات السامة وبالتالي الأفضل منه الشبابيك الدارة تظلها مقفلة حتى ما تصل الغازات وخاصة لأطفال صغار السن أو الأعمارهم الكبيرة في السام ما بتحملوهم زي البالغين الأضل أكيد إن شاء الله يا رب الله يحمي جميع أبناء شعبنا ويعطي ألف عافية لجميع التواقم الطبية والصحفيين كمان اللي بيقوموا بنقل الخبر والمتابعة الصحفية شكرا لك الأستاذ أسامة النجار المتحدث باسم وزارة الصحافة شكرا لك يعطيكم العافية شكرا أما الآن نذهب إلى فاصل ونعود إليكم يبقوا معنا